شكلت سوريا العام الماضي البلد الأكثر خطورة للعاملين في القطاع الصحي الذين يقدمون خدماتهم في ظل الصراعات أو في حالات الطوارئ وفقاً لإحصاءات أصدرتها منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا العام منظمة الصحة العالمية قالت إن وقوع الهجمات في سوريا بمعدل يثير القلق يحد من تواجد العاملين في المجال الإنساني وأضفت المنظمة في بيان لها أن الهجمات لا تقتصر على العاملين الصحيين والمرافق الصحية فحسب بل تشمل أيضاً تعمد منع وصول الأدوية والعلاج إلى السكان المحاصرين وقطع إمدادات المياه والكهرباء وهو ما يحد من قدرة المرافق الصحية على العمل وتشير البلغات لأوقوع 17 هجوماً على الأقل على مرافق الرعاية الصحية عبر سوريا عام 2016 ويقدر أن حوالي 60% من المستشفيات العامة في سوريا قد توقفت عن العمل أو أصبحت تعمل جزئياً فقط